تاجكم حصة تهتم بالملفات الصحية تاجكم إرشادات نصائح وإجابات الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يرى إلا المرة بسم الله الرحمن الرحيم سمع الصوت الإضاعة الجزائرية من قصنطين أهلا ومرحبا بكم عبر أثير الإضاعة وعبر صفحة رسمية على الفيسبوك غاديو بوستنطين باج أوفيسيال برنامج تاجكم لهذا الأسبوع بمعيتي أنا سمي قسمي وفي العريضة التقنية حسان بن سليخة الحديث اليوم عني التحليل الطبية وشهر الصيام ما هي فوائد وصيام الصحية كيف يجب أن نجري التحليل الطبية خلال هذا الشهر الفضيل ما الفرق بين الصيام الديني والصيام لإجراء التحليل أسئلة وأخرى ستكون ضمن هذا النقاش ضمن هذه السويعة الأثيرية بمعيتي ضيفيا الكريم الدكتور فيا صيدالة تزير عيسى أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم عبر أمو جديد على الجزائرية من قصنطينة السلام عليكم معك الدكتور عيسى تزير صيدالي أعمل في مجال التحليل الطبية شكرا على الدعوة وشكرا على حسن الاستضافة شكرا لك إذن في البداية راح نتحط عن كثير من الأسئلة التي تتبادر إلى ذهن المستمعين اليوم خاصة وإنه كينا عدة تساؤلات هل ندير التحليل ما نفطرش وش هي التحليل لازم نديرها باش ننصوم ما هي أهميتها خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة أسئلة كثيرة اليوم سنحاول الإجابة عليها نبدأ وفي الأول حكيم ناس كل يقول راح ندير البلان وهو ما يعرف شوش معناها كلمة البلان بلان داناليز أي شخص الكبير يقول لك عندي بلان داناليز بصاحبه هو بعد ما هو فهم كلمة بلان بلان هي في اللغة اللاتينية معناها الميزان البالانس إنسان يوزن راحه كما مثال تروح للسوق تجد واحد يبيع برتقال يقول له أعطيني كيلو برتقال هوا حيزر زوج حبات ولا ثلاثة على باله أب بري زوج حبات ولا ثلاثة يجبوا كيلو وماذا هو يحطهم بشي تأكد ليس يحط لك عشر حبات ولا عشرين حبات على باله أب لتالت حبات لاحين يجبوا كيلو يحطهم في الميزان بشي تأكد زايدين شوية أو ناقصين شوية هكي مثل الإنسان مهما تكون الحالة الصحية لتحديثة بشيات الصحة ويقيمها بتحاليل طبيعية تحاليل طبيعية تقدر تكتشف بها مرض ويلا أعراض تروا مكانش عندها أهمية كبيرة في التشخيص وأيضاً عندها أهمية كبيرة في فترة العلاج لمتابعة مدى تقدم هذه الحالة من حيث العلاج أو الاستطباب هكذا دكتور عندها أهمية في التشخيص لأنه كان بزاف تحاليل ما يبانوش على الإنسان أعراض بدون أعراض مثال لباتيت بي ولا لباتيت سي الإنسان كل ما يديرش تحاليل ما يفقش بهم كثير من الأمراض الأخرى أيضاً والأمراض هذين تلقونهم يتطوروا حتى يوصلوا للمرحلة كما يقولهم ما يؤس منها بعد يقول لك واحدهم ما يهوالون بعد غدوا يقول لك ومات إطاراً مرض عضال ما كانش مرض اسمه عضال العضال هي المرحلة الميؤس منها من الأمراض المزمنة ديجا الإنسان الميكروب هذك وعشرين سنو هو فيه كنت ترتحها للمنقبل واكتشفها مبكراً وكان العلاج مبكر ما يوصلش للمرحلة هذيك جميل خلينا نذكر بأرقامنا الهاتفية 031-88-3314 أو 03 عبر أثير لدع الجزائرية من قسنطينا للحديث اليوم عن أهمية التحاليل الطبية خاصة في شهر رمضان شهر صيام حكيم حبينا نربط الأهمية بهذا الشهر ما هي أولاً في البداية فوائد الصحية للصيام وكيف يمكن أن تظهر في التحاليل الطبية فوائد الصيام عديدة أهمها أنه فوائد الصيام عديدة نذكر أهمها أهم فوائد الصيام أنه الإنسان مثال كيعود صائم كين انتاج سعى بروتينات البروتينات هذه تقوي جهاز المنع نعم كذلك أثناء الصيام بالنسبة للجهاز الهضمي أثناء الصيام كيتعود الماكلة مكانش كين بكتيريا المفيدة هذه تنتشر وتتكاتر وتقضي على البكتيريا المديرة بالصحة أهمية الكبيرة في الصيام هي إزالة السموم واحد يقوله كيف هي إزالة السموم كين صوم تنحى السموم كين صوم يا أخي المستمع كين صوم كين كيف نوضح لك كين صوم يتنقى الجسم من كثير من السموم الويراثي بسبب السرطان في زوج أنواع كين ويراثي كيف نقولها كين طفرة ورثها من الأب والأم الخاطئ الصيام يحميناه من السرطان المكتسب نعم مكتسب من خلال السموم لتجيء من التفاعلات لتعال الأكل جميل كذلك الصيام يؤدي إلى تجديد الخلايا سواء خلايا العصبية تجديد خلايا الجلد تجديد الكوريات البيضاء المسؤولة عن الدفاع عن الجسم تجديد الكوريات الحمرة المسؤولة عن التغذية الصفائح المسؤولة عن التخطر إذن هي أهمية كبيرة لكن الكثير من الأشخاص اللي يعانون من أمراض مزمنة يتوقف صيامهم على تأشيرة من عند الطبيب وأكيد هذه التأشيرة تكون بداية بالتحاليل الطبيع ليس كذلك كذلك لأنه في الأمراض المزمنة يتوقف صيامهم يتوقف أولا الحالة الصحية لا يتوقف تحاليل يقدر تحاليل نجد هنا مثال نسبة التحاليل معينة نقلها ثلاثة أو أربعة وهي أجنغال في المعدل بصحة الإنسان الحالة الصحية لا يتوقف تحاليل يجب أن يتوقف أولا الحالة الصحية ورأيي واستشارة الطبيب هذيك من بعد نحكي وكي يعود في المنزل هو الطبيب بعيد عليه ولا عنده ظروف ما يوصلش ليه يتوقف الحالة الصحية توقف للاقي طروحك ماكش قادر لازم تفتح بسك إنسان ما لازمش يأدي برحول تهلك قبل هذا الشيء كامل قبل ما يبدأ شهر رمضان ينصح الأطباء المرضى خاصة المرضى المزمنة اللي عندهم السكاري اللي عندهم ضغط الدم بإجراء تحليل طبيعة حتى يشوفوا وضعية تحم إن كانت مستقرة أو تسمح لهم بالصوم ونظرا اللي ممكن حتى نتفدى ومضاعفات أخرى ما هي التحليل التي يجب القيام بها في هذا الشأن ما فهمت مثلا ما هي باش نحددوا هذك المرضى عنده مرضى مزمن هل يمكنه أن يصوم أو ما يصومش كأين مجموعة من التحليل لازم علينا نديرها مثلا اللي عنده ديابات ماشي بالإنسولين ديابات هي بسك أمرض مزمنة تختلفة مثلا كان الأمرض مزمنة على الفيروسات هذك ليس علاقة لها بالصيام الفيروس اللي باتت بي ولديك هذك عنده إنسان يتبع الوضعية أو بك بالدواء نحكي في المرضى المزمن مثال ديابات في الصكر أولا نبدأ بنسبة الصكر ديابات كان زوج أنواع ونجنرال كان بلوزير تيب نحكي عن تيب 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 أولا سوزانسولين أو ممنوع عصان ممنوع من عمبتن حتى يوصل لحالة متضهورة تيب أولا صغار أولا نحكي يوصل لانسولين حتى يبدأ تيب يوصل لانسولين مرحلة الانسولين جميع مريض سوزانسولين يجب يفضل مهما يكون لك تكشب يجب يجب المريض الثاني إذا كان غلوكوفاج ولا سوريجيم ما هو بده وخلاص عنده ريجيم هذا يتبع الحالة الصحية تيب علىها تتطع للسكر تتجاه مثال جيعان تتجاه يتعرق رجفة ضعف التركيز هذا يجب يفضل وبالمقابل يتطع للسكر على حسب الأعراض تيب عطشان تتجاه فمو شايحة كطرس تتبول يقعد ينهج لا يتنفذ مليح لازم يتبع على الصحية نعم جميعنا نذكر بأرقامنا الهاتف 01383314 أو 03 موضوعنا اليوم أهمية التحاليل الطبية خاصة في فصل أو في شهر الصيام شهر رمضان سؤال لك دكتور تازير عيسى هل يجب الصوم قبل إجراء التحاليل وش هو الفرق ما بين الصيام صيام صيام الديني والصيام من أجل إجراء التحاليل هذا يجب صوم قبل التحاليل كيف نعيد التحاليل التي يجب الإنسان يصوم فيها كما مثال تحاليل الصيام فيها لازم يكون ما بين 8 ساعات حتى 12 ساعة لا يجين واحد صايم عنده ثلث ساعات أو لا تصلح يعني مصحر وكلام ليح وكلام حلويات وما يجين واحد ثاني عنده 20 ساعة هذا ثاني لا يصلح الصيام يكون الصيام بين 8 ساعات حتى 12 ساعة الصيام ثاني تحاليل لا يجب الإنسان يصايم وكيف تحاليل لا يجب أن يصايم الصيام ليس بفرانس يصايم مثال تحاليل بيوشيمي كالسيون ينسان يجب شرب الحريب ومشتقات قبل تحاليل الكالسيون لأنه تؤثر عن نتيجة مثال إنسان عنده تحاليل الحديد يجسن بالمأكلات التي فيها الحديد لأنه تؤثر عن نتيجة وكيف تحاليل أخرى لا يشترط فيها الصيام مثال الفناس السيرولوجي الهرمون الهرمونات الهرمونات ليس شرق الإنسان يكون صايم ومشنو ديما نقول الناس يأتي الصباح على صباح الإنسان يكون صطابل هي صح ليست علاقة لها الصيام بصح الإنسان يجب أن يدير هذا الصباح يقول أنه صباح يجب أن يأتي صايم لا يجب أن يكون صايم ليس نهار كامل تدور يكون إنسان فاتق ومشنو تحاليل الهرمونات نذكر أنه كان فرق ما بين الصيام من أجل التحاليل والصيام الديني الصيام يعني في هذا الشهر نقطة مهمة كان صايم يقول كوي أنا قال صيام التحاليل ليس صيام عرمضان صيام عرمضان إنسان نوضي الصحر بصح نتركت الصحر مثال على الخمسة والاستة ومعد تأتي على الثمانية هل لا يمكن التحاليل أنا كنت أتحدث معك وسوء تفاهم في الحديث أنا كنت صايم ونقول صايم ونقول صيام التحاليل الصيام التحاليل يجب أن نضيق لي والمدة الزمنية لكي أنت جاي نمتال على الثمانية أو لازم تحبس الماكل على 12 الليل ودي ما ذي قال لكي لكي جاي على 12 ترجع ب8 ساعات اللورة بالمقابل صيام عرمضان صيام عرمضان ومن إنسان يصحر عادي هنا لا تفهم صيام التحاليل لا يجب الصحر الصحر على رحل لكي تبعد الصحر لكي المهم المدة الزمنية 8 ساعات يجب تحفظ عليها وتكون نوعية الأغذية حسب نوعية التحاليل مثلا أنت عندك تحاليل خصابية قياس درجة السكر في الدم لا يجب أن ينكل رحلوة بالزافر وكان النقطة شرب الماء يجي تحاليل يقول لكي شعي ما شربت الماء شرب الماء لا أرحلك ولا تحتوي على الصكر خلينا نديو هذه المكالمة دكتور ونجاوب على هذا التساؤل من فضلك نضع الكاسك باش نقدر نسمع المواطن اللي وصل عليكم صباح الخير أهلا بيك سيدتي وشو عندك انشغال اليوم يجاوبك الدكتور تفضلي سيد تفضلك حبيث برش تخطي على الصحال تيجي حالة أميرجنس مثل الدكتور هو أميرجنس وليس صعيم أسو نقدر ندير أو لا لا جميل سؤال لمليح تقول لك في حالات استعجالية تكون علي الطبيب يبعتني مباشرة ندير التحليل ونكون ليس صعيمة من قبل هل هذا سيأثر أو لا يأثر هذه نقطة مهمة أنا نقول لك التحليل للصكر أنا نحكي الحالة تبع الضو بصح يوقف البوليسي أنسى وش قلت لك هنا توقف الطبيب يكون ضروري لازم تبع الطبيب تحليل الصكر تبع الطبيب تبع الأرمون ومثال هالأرمونات تبع الصباح تبع الطبيب لفناس أنا قلت لك لفناس تبع مكش صايم طبيب تبع صايم تبع الطبيب لأنه الطبيب أدر بالأمر وعنده غرض من هذا التحليل جميل خلينا ندي سؤال آخر وصلنا على الخط الداخلي هل الإنسان يخاف في فترة الصيام في فترة رمضان يقول أنا ما نروح ندير تحليل ممكن تحبط للعنيمي ممكن ندو خط أثر على حالتي الصحية وش الجواب الملائمة لهذا شي هي في رمضان وش نقطة الصيام بالنسبة لأخذ العينات لأننا نحن نأخذ كمية كبيرة نأخذ كمية صغيرة في معظم التحاليل سواء الصكر أو بيوشيما نهز كمية 1 ميلي لتر أو 2 ميلي لتر حالة طبيعية لا يستطيع أسر 400 أو 500 ميلي بالنسبة للصيام لأن المريض لا يساعد لأنه يأخذ التحاليل لأنه ضعف شديد لا يستطيع التحاليل وإنما لا يستطيع مرحلة لا يستطيع التحاليل يعني لا يستطيع لا يستطيع وإنما النقطة الثالثة نتحدث حالة طبيعية أو عادة وشنو عنده لا فوق بمثال ولا يدخل كان يخافوا من الدم كان لك لأنه لقيت التحاليل مستعجلة كان يتقي وكيشوفوا الدم كان لقيت التحاليل لك مستعجلة دير التحاليل لكن ينوضك ويوكلك ولكن لقيت التحاليل لكي ليس مستعجلة خليه يفوت رمضان وديرهم بعقلك اتحدثنا عن نسبة السكر في الدم وهي أكثر تساؤلات خاصة في فصل أو في شهر رمضان معذرة لكل السامعة والمتابعين اليوم ما هي نسبة السكر في دم الصائمة دكتور؟ نسبة السكر كما حكينا قبل الحكاية نسبة السكر ستكون 0.7 غرام حتى 1.10 هذه النسبة العامة ونحكي عن النتائج نتائج نتائج مثل نتائج وقال من 1.10 نقول إنسان لا يوجد ديابيتيك نقول في نفس البر نحضر معه ولكن الطبيب والمسؤول عليه كي تكون مثال أكثر من 1.6 نقول على ديابيتيك وممكن تكون ما بين 1.10 و 1.7 هنا لفظ بخي ديابيتيك اسمي مرحلة قبل السكري هذه بالنسبة للثيب 2 النوع الثاني النوع الأول لا يوجد لفظ بخي ديابيتيك النوع الثاني النوع الثاني يطلع بخي دريج والنوع الأول يطلع بريطانمون تعلوم الصغار هذه نسبة نتائج سواء السكر سواء تحليل الخلاف تختلف من شخص الأخر على حسب العمر وعلى حسب الجنس ويجب أن يكون في نفس الجنس وتختلف ويجب أن يزوج السنوات بالحمل ويجب أن يغير حمل وأنا جالية سأخبر قلت لي تحليل بريطاني أكماك ديابيتيك وانا لا يوجد لأنها ديابيتيك وليست ديابيتيك 0.92 بالمقابل إنسان عادية 1.10 يوجد وما لدينا واحد في فام أنساند أن تقيق بشكل ديابيتيك ومتلا تقول أنه ليس ديابيتيك على هذه النتائج تختلف من شخص إلى آخر دائما ننصح الناس أن يتعلم نتائج ساعك لطبيب ما يقرأ لك واحد داخل؟ لا يقرأ لك شو واحد أخر ما تقرأهش أنتك مهما تقول أن تبان لك بلي مليحه تبان لك بلي مليحه طبيب والمسؤول عليك نعم جميل خلينا نقرح سؤال آخر دكتور تأذير عيسى ما هه التحليل التي تفطر الصعم؟ أحكينا على التحليل ل它的 نChoiceح C ثم تحليل يأتي ماكل هذه الهتمية تفطر صعم عندما يقول أن يفطر هذا النوع من التحليل مثلا عندما يصل صعم عندما لا يجي صعم وضع التحليل هذه أخرى يفطر هذا هو سؤالي هناك تحليل مثال جرتومت المعدة الكوباكتر بالرغي يأتي إلى تحليل جرتومت المعدة يأتي إلى الدواء يجب أن يشربه عندما ينصف هذا التحليل في الساشة يجب أن يشرب الدواء يجب أن يكون هناك جرتومت المعدة أو هذا هناك تحليل مثال هجي بيو محن هجم لا يوجد الساعة نجل ساعة حيث يشرب كاس تعمى وعن نحسبرها الأسرة وحيظة تحليل على الشعب وهكذا ملاحظة يجب أن يدعم كما يجب أن يتقيم لا تقية نانولي وكل شيء. غدوات عاود تفطر نفس جيسايمة ونعاود نفطرها. كانت تحليل الكورتزول. الناس يعرفون غير الكورتزول لا. كان كورتزول مثل كان أكنزور. كان كورتزول أبري انجكسيون للسيناكتان. لازم ننجكسيون للسيناكتان بها نديروا تحليل الكورتزول. إذن نذكر بأرقمنا الهاتفية 038 3314 أو 03 عبراتي للإدعاء الجزائرية من قصنطين. برنامج تاجكم اليوم نتحث فيها على التحليل الطبية في شهري سيام شهري رمضان. الكثير من الأسئلة الأخرى دكتور تازير عيسى حول التحليل الطبية. ما هي النصائح التي نوجهها اليوم لكل المستمعين خاصة المعنيين بإجراء تحليل طبية من حيث الحمية الغذائية. النظام الأكلي لازم عليه يكون باش تكون هذه التحليل صائبة وتقدم نتائج يقدر يستفيد منها الدكتور في تحديد طريقة العلاج. قبل ذلك راح ندي مكالمة ونعود نوصله لحديث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله مرحبا بك سيدي تفضل. الله يبارك فيك. أحبت بك. واحد يمتلك من نواتين يقوم بشكل صائم. ومع ذلك كل يقوم بشكل قليلا. قليلا. ما يقوم بشكل صائم. ومع ذلك. ما هو سؤال ذلك؟ قليلا. 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 اشترك الحكيم د. تزير عيسى هذا السؤال راح يخليني يطرح سؤال آخر. يعني لي. يباشر نقيس السكر. وقداش لازم نقيس السكر بعد ما نأكله. كانت تحليل الصكور كانت الصيام وحكينا عليه تحليل لازم يكون إنسان صيام 18 ساعة كانت تحليل الخلافة تحليل تاراكومي تحليل تاراكومي للمغلوب انجليكي هذا التحليل يدير الإنسان في أي وقت لا يوجد علاقة بالصيام تحليل هذا نرى إنسان عنده الصكور تحليل الثلاث أشهر يتبعون بها عنده الصكور ومام إنسان يتبعون بها الحالة الصحية والاشياء سيكون هناك الصحية وإن latterية مجرد بها نقول لك ان يتوكل ولا تاني جيد أيا من فعل التحليل يتوكل وأتكامل الماكلة يتؤكدون على التكميل الماكلة سيبقى الماكلة في طبولة الصحية لا يتوقف عن الأكل تمام نبدأ هناك ساعة ونصف كيف يتحليل كثير تحاليل نحن نتحدث عن أجان في البوست برونديال تكون 1.40 تحت 1.40 لا يوجد ديابيتيك هذا هو عاما لا نتحدث عن حالة صحية نحن نتحدث عن عاما تحت 1.40 لا يوجد ديابيتيك فوق 2 هنا قال لك المريض أنه عنده 1.70 يا أخي أنتك في الفاز بريديابيتيك نحن نرى كما نقولها قبل الإصابة بالسكري لدي جباد العائلة تحتكى ويراتها على السكر العائلة اسمتك في الفاز بريديابيتيك هنا لا يجب أن تكون لأنسولين لا غلوكوفاج يسمحوني الطباء قد نتحدث عن بلاستهم لا نتحدث عنه في حداته هناك الفاز بريديابيتيك هنا يجب أن تكون رجيم يا أخي المستمع ما هو رجيم التاعك؟ أنك تكتر من المرش تمشي بزاف تشرب الماء تكتر من شرب الماء لماذا لا يجب أن تشرب الماء؟ يجب أن تشرب الماء يجب أن تشربها يوميا تنقص من العجائين لا يجب أن تشرب الماء لأهن تحب أن تشرب الماء لا يجب أن تكون بكمية إلى صندوق يأكل نصف صندوق حتى تأثير النتائج تظهر مدة زمنية معينة لا يشرب الماء ليلة ونهار و سكرها لعنب المشروبات الغازية الجهد وبكل نحيهم هو يقول لك باللي يلقى نسبة السكرية مرتفعة بعد الأكل يعني قدر يكون لقاها 1.70 أنا قلت لك فوق 2 نعتبره ديابيتيك لازم يتطبيبه يشوفه هل يمدلوا قليكوفاج ولا يمدلوا أنسولين بصح ما بين 1.41 و 1.41 هذي أو فلافاز بخي ديابيتيك هو ما هوش ديابيتيك وشنو يكمل هك يطيح فيه ديابيتيك نعم خلينا ندي وأيضا تساؤلات عبر صفحة رسمية للإذاعة الجزائرية من قسطنطينا عدنا تساؤل سبع الخير رمضان كريم أنا نصحر بالشوفان وبذور الشياء وخيار نخلطهم مع الرايب في هل هذا صحي أو لا مع العلم أني مريض مزمن عمري 64 سنة 64 سنة أنا شوف التغذية والصحور كل واحد وشي يساعده يعني ما تقدرش نهضر هضر يتبعوها الناس كل بس كاين المريض كاين يقول لك أنه تأكل حبة طماطم كاين يتساعدوا طماطم كاين يتساعدوا طماطم كاين يتساعدوا طماطم أنا نحكي أنجي نغال إنسان ينضف الصحور ينضف الصحور أولا يبدأ بشرب الماء الماء دافي بها يجهز كما نقولها الجهاز الهضمي يفطن يعرف باليواحي يدخل الأكل من بعد مش إنسان يشرب القهوة ينضس كاين رائق يدخل بعد يشرب قهوة لا بدأ بكس سامة ويكتر من كما نقولها الأكل فيه البوتاسيوم ما يجوع ما يعطش الأكل فيه البوتاسيوم من جنرال تمر والموز والبانان نعم جميل خلينا عدنا سؤال آخر يمكن يكون من ضمن موضوعنا لخاص بالتحالي نهار اليوم سبع الخير طبيبة عندي جرثومة المعدة ودرت التشخيص خرجت لي جرثومة المعدة واعطارني دواء من فرنسا سؤالي ما هو التحليل اللي نديره به نعرف بلي جرثومة انتهت وصحة رمضان كوم صحة رمضان الجميع وهو ما بين ليش جرثومة المعدة به بهدر التشخيص بالتحاليل بالتحاليل هيا بالتحاليل تحاليل اللي كيت بعد أنك تروح نزيد ونديروا نفس التحاليل نفس التحاليل تشوفها بسكلي اللي كيت هذا وش البيت نتاعه أنا قيت شرب الدواء أكت شرب الدواء على زوج مراحل شرب مثال الكاس الأول وتنسف وبعد شرب الكاس الثاني وتسنى نص ساعة وزيد تنسف هذاك بين الكاس الأول والتاني كي عقبون في الأبارة يشوفوا هذه المادة مثال السوديوم وتلسق الكاربون نلقوا الكاربون مثال في الساشية نعرفوا باللي عندك الانزيم تعجرثومة المعدة لقصة رابطة هذهك اسمك اللي أبليجي عليك تعاود نفس التحاليل هي بعد يتبع بها الحالة نعم خلينا نبقوا في التحاليل طبية حكيم تزير عيسى دائما نقترب في الأيام الأخيرة من شهر رمضان تكثر عمليات الختان ما هي التحاليل التي يجب أن يقوم بها الأولياء الأبناء هم تحسبا لهذه العملية وتبقى هي عملية جراحية أكت شيريجيك اسمه جميع أكت شيريجيك ونحكي عن الختان الختان نبدأ بتحاليل فاصلة بإمكاني تحاليل تحاليل التحاليل لفنس نظر على الصفائح البلاكات يدخل بالتخطر الأول مرحل التخطر ونرى إنسان أو لا ونرى المريض حين يدخل إلى أو نوصل للمواطن ينتظر عبر الهاتف في هذه المكالمة السلام عليكم صباح الخير صباح النار ماذا تفضلي سيداتي وش عندك سؤال تفضلك عايش تحبيت نتقصي على تحاليل الكورتزان كان عندي من قبل رحط المخبر تحاليل رحط شوية يعني 8.5 حاجة قالوا لي ما نقدرش نديرولك لازم 8.5 أو ما نقدره 8.5 أو 10 نعم ذكي جاوبك دكتور وشكرا لك على هذا الاتصال وعذا التجاوب يعطيك صحة وتحارم جميع شكرا لك سيدتي شكرا لك تفضل دكتور تازر عيسا الكورتزول الكورتزول كما قالت كما قالت يجيوها 8.5 هي تحاليل ما هيش سيانسي كما حكينا قبيل على السكر قلنا 8 ساعات 12 ساعة ما يجيكش 1.7 ساعات ونص تقولوا تكمل 8 ساعات نعم 7 ساعات ونص فوتو ما يشعها تتقطر يعني هذا نفس الشيء بالنسبة للكورتزول الكورتزول هي الموضوع من أجل الموضوع قلنا انهم حاكمين بل أن يجيوها 8 ساعات لهم المجال هي المجال الذي يشعر به يجيوها 8 ساعات كما قال المعيار في هذا التوقيس يجيك مثلا 5 ساعات نص تحاليل حالة يجيوها 8 ساعات ثلاث ثلاث 5 ساعات ما ندلك شنو عليا ما دلوش 8 كي يجيك على العشرة حتى شما دلوش 8 8 4 8 ونص دير عادي ما كانش شأتير كبير نعود للسؤال تعنا اللي خاصة بالتحليل اللي لازمة قبل الخيتان قلنا بلي لازم ندروا نفس التحليل اللي تكون ضرورية في كل العمليات الجراحية لأنه عملية الخيتان هي عملية جراحية وثاني شي كين تحليل لازمة للطفل اللي أتأكد من سلامته هيا كينا حكينا على تحليل تعالفاصيلة الدم حكينا على الفانس وأهم شي هو التابي لطوضي بخوترومبين وتسيكا تنصفالوكاولا هذو يدخل في مرحلة الثانية والمهمة في التخطر لكوارولاتيون بخوتروماندي هكي نقول لك أنا التابي يعني نحكي على التخطر بصفة عامة لأنه التابي هو عامل من عوامل التخطر يعني على بنا هو عامل أساسي بصحة في الكوارولاتيون كينا في الكوارولاتيون كما مثل في المقابلات القادمة مثل واحد يمد البال الواحد مع الأخير هذا يسجل هدف الذي يسجل هدفه ملعبش واحده هكي تابي تابي في العملية التخطر ومش واحده وشنو هو العامل الأساسي في عملية التخطر نعتمد عليها ولكنه في المقابلات، يقالي نعم من السبعين حتى المائة بالمائة لن نعم طفل المثال تحت السبعين، هنا الطبيب يستطيع حسابه لأخيرين أعطي حساب الدم، عندما يصدر نظيف أم لا ينظيف أم لا ينظيفه، فهذا يجب أن يقوم بالتحالية على التطوض، بخوتروم بالكوارولاتيون ونفس الشيء يستطيع تابي فيه، عن توقيت التخطر نشوفوا لما التوقيت أسكو الدم يطول باش يتكواريلا كيدل لكتشوريجيكال لا يطول يرجع للطبيب لاحيد الختان أسكو يكسبته ويتحمل مسؤولية ولا ما يدلوش الختان جميل كين سؤال آخر دكتور تازير عيسى كين أشخاص عندهم عادة سنويا ولا كل ست أشهر ولا يدير مرة في العام يدير البلان داناليز جينيغال هل يعني لازم عليه ينتظر حتى تفوت شهر رمضان ويدير هذا البلان لأنه ممكن يكون متأثر بشهر الصيام بالتعب بقلة النوم وهذا يأثر في نتائج التحاليل ولا عادي أنه يديرها كل عادة ولا دكتور نربطها بالتحاليل اللي عنده يقدر يدي البلان ستوندار عادي البلان ستوندار لي ما فيش صيام لا اسمحنا قلنا الصيام إنسان يفترك يعود مستعجل ولا الطبيب وصاح بساح نتابع مثال محاوس تشوف الحالة الصحية أكبر تقدر تقدر تدير في رمضان دير تحاليل ما عنده مش علاقة بالصيام ولا تقدر تصبر اسمحي ما هيش حالة مستعجلة به دير تحاليل في رمضان خلطرش ممكن أن الصيام يغير نتيجة ولا يأثر في النتيجة لا 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 اسمحي الصيام عادي كما كل أيام اسمحي ما كانش تأثير كبير على النتائج خلطرش أنا نشوف باللي الكثير من الناس في شهر رمضان يتصلوا التراويح يصهروا بزاف ممكن إنه ما يكلش هذا يأثر على حالته الصحية ممكن إنه حتى يأثر على نتائج التحاليل نحكي على العبد في حد ذاته اسمحي ماش على رمضان العبد في حد هذي كيعود يصهر بزاف ويتعب أي سواء في رمضان ولا غير رمضان ممكن إنش تأثير قادر صح رمضان يبدلوا نظام حيات تاعهم مثال يعود إنسان راقد في النهار وفي الليل تلقاه صهر بزاف يأثر على التحاليل كما هدرنا قبيل على الهرمونات الهرمونات أنا كنقول لك أرواح دير تحاليل الصباح تكون سطابل بصح أنا أحط في بالي بلي أنت كنت راقد راقد بصح لك أنت ليل كامل ساعة البيولوجية تاقد تكون عادية بصح لك أنت ليل كامل ونتا قاعدت دور ومبعد جيني على الثمانية أنا كي تعود أنت ليل كامل قاعدت دور أرواح دير ترقود وأرواح دير العشية أنا بيس كأنك يقول لك صباح أنا بازيت تبهت تكون انت سطابل مدام سطابلتي تاقدت تبدلت أرواح دير عشية كين سؤال آخر يتبادر على الأذهان لماذا دائما نحن ندير التحاليل الطبية في الساعات الأولى من النهار وما نقضيش ندير التحاليل في المساء؟ إذا كنا نحن مربطين بالمخابر التحاليل يعني مكانش إشكالية أو هدف معين أبار أن توقيت العمل على المخابر التحاليل؟ هذا هو أعلى بيس كواحد يأتيك مثال نقول له أنا صوم 8 ساعات هو يفضر صباح 6 أو 7 بعد يأتيك على الخمسة العشية لم يكن هناك مخبر يخدم على الخمسة العشية ليس سوبرات ويقفلوا على الخمسة العشية نحن مربطين بالتوقيت المخابر نقول لك أنا أرواح لي من الثمانية التحاليل من الثمانية الاثناش نتذير جيني على العشرة مثال إذا كان عندك التحاليل على السكر ديكالي الوقت تاعدك بثمان ساعات حبس الأكل على الساعتين لكن جيني على الاثناش حبس الأكل تاعدك على ربعة الصباح بصح ماش تتاكل على تمانية الصباح وجي تدير تحاليل اللي أبليجي يصوموا فيهم 8 ساعات اسمها أبليجي عليك تديرهم على الخمسة الخمسة ما تلقى حتى مخبر تحاليل جميل عدنا سؤال آخر عبر صفحة رسمية على الفيسبوك من عند أحد المتابعين أو المتابعات تقول عمري 63 سنة عندي سكري تركومي 7.67 في رمضان نحن غير نفطر يطلع الـ 2.30 نشرب نشرب واحد قبل الأكل وش نقدر نقوله لهذا؟ منقدرش في الدوزاج الدواء منقدرش نتحطل فيه بسك الطبيب طبيب المعالج والمتابعين نحن نحكي 7.67 ايه مليحة 77 ماهيش مليحة خلاص فيسك حتى توصل لمرحلات لا مريحة الشغلية هي الـ Diabetique وكينفرطة في روحك وكي قلت هي طلع لك في روحك وكي قلت هي طلع لك وفروك الزوج فيسك إحنا المشكلة تعنا كي يطلع احنا المشكلة تعني السكر وكي يهبط كي يطلع كينا اشكالية ماهيش كما اللي يهبط نخاف ونطرحوا في الـ Coma Diabetique كي يطلع كون يطلع فوق العتبة واشه هي العتبة اللي يهبط فيها يدخلوا فيها الى حالة الكومة الكومة كيما نقول احنا لنغمة من 0.7 حتى 1.10 لنغمة كون تهبط لك 0.50 0.40 هنا انسان يطلع في الكومة والكومة هذي نخافه تقص الانسان بالمقابل كي يطلع احنا نخافه من العتبة العتبة هي 1.80 كون يطلع فوق 1.80 هذيك السكر الزايد يطلع في الكريا اسمها يصارو تكون مضاعفات على مساوى الكلام وعندما كان الميكروب كان عايش في الكليا كي يلقى السكر يزيد ينشط توجد مضاعفات في الكيلة وكيلة بعد تبورفوكي هاتم زيت بكيك الاطنسيون يقول لك انسان ديابيتيك وغسطوا الاطنسيون على البنى الاطنسيون كان عدة اسباب وشنو ترميلي كيل؟ السكر ثاني يقدر السبب هذي كي يجد نتائج تحام ميش مليحة لازم تطلع الطبيب يقدر يغيرها الدوزاج سواء يحطها في ريجيم سواء يبدلها الجليكوفاج سواء يحطها في لانسولين هم الطبيب والمسؤولة إذن نستشف من خلال هذا دكتور تازي رعيسة أهمية التحاليل الطبية في مصار العلاج إذن يكون إنسان يعالج هذه التحاليل تبقى هي المحرار نهبطه نقصه نطلعه في كمية العلاج والجروعات نهبطه نطلعه سانتروم لديهم تيبي تيبي اينار يجب تيبي اينار أول حاجة يديروا تيبي اينار تيبي اينار يتبعوا بها سانتروم يزيدوا وينقصها لحساب تيبي اينار تحاليل عندها أهمية في البوزولوجي تحاليل إذن أيضا أهمية التحاليل ما تكون جغال في فترة العلاج حتى في التعرف والتشخيص تشخيص أمراض أسامطوماتيك ما كانش أعراض كم مثال السيدة أعراض سامطة كما نقولوا نحن السيدة نحن السيدة وما هو مرض السيدة أي مرحلة ما يؤس منها هو مرض عضل فقدان المناعة المكتسبة لا تستطيع تعرفوا غيرا تستطيع التحاليل وإذا كان عرفتوا في لفاظ فينال تستطيع التحاليل في الفترة الأولى في سيرو بوزيتيف مثال في ليباتيت بي ولا سي هك تستطيع التدخل تدخل على المريض تمدلوا العلاج ولا تدخل على الانتراج مثال واحد مريض بليباتيت بي الزوجة تعو ندير لها الفاكسن بما يعديهاش سمحنا تحاليل أو نديروا بها التشخيص ونعالجوا بها المريض ونمنعوا انتشار نديروا كما على المريض تحتاجهم ليس نديروا كلما تدخلون العلاج أو فهم يبنيوا انتشار أو لا يتلقى العلاج أو لا يتقلل النشوار أو لا يتخلق جميل هذه النقطة مهمة جداً هناك نقطة واحدة يقول لك الكونسر لا نقعد معه يعني الكونسر لا سيصوطي عندك لا سيخوش من عبد يصوطي عندك نتأخذ الأسباب الكونسر تعويش لا كان السبب تعمل فيروس أو لا يجب أن تتفادئ انتقال الفيروس تتفادئ سواء لا تستعملش الأشياء الخاصة على المريض هذا وعندما تقلت معه فيه وانتقال لا تكون شو بلاسة مغلقة ديما معه كان عندي سؤال آخر الكثير من الناس يقدموا لهم الأطباء ضرورة انه يروح يدير تحالي الطبية وهم يخافوا يخاف من اللبرة يخاف من العدوى يخاف انه يهز أمراض أخرى واش نقدروا ننصحوهم باش ننحيوا هذي اللافوبي اللي كان موجودة عند الكثير من الناس صعيبا كان يقول واحد عنده اللافوبي كان عنده اللافوبي من العلو وكان عنده اللافوبي من الدم كي يشوفوا وهم حالات بزاف تلقى اللافوبي او ما يدخلكش فكيدلوا بخي لامو او يدخها بخي على يقول كدك يدير بخي لامو الواحد خليه لقيت الحالة تعونتك تاستيه فالوقت هذا كيدلوا التحاليل لقيته مكان مكان خليه يربوزي خمس دقائق عشرة دقائق بس كنتاكو ما تستلهاش به وتنحيلوا الدم تلقى سواء يطاح عندك التم سواء كي نضي طاح والله هذي اسم اللافوبي هذي اسمه حالة متقدرش كل واحد كيتمكش عايش في الوضعية تعمت صعيبة بزاف به اسمه تبقى تسايس ماكسيموم متقدرش واحد كما نقول هاد تعاجلوا الحالة هذي كل واحد يحس برافة مكانين يخافوا انه يقدر يهز العدوى وش نقدروا وصلوا ميساج رسالة ميساج اندي غارتوا كما واحد يقول لك يقول ابنو مثال ما تكيف شو يتكيف لازم انت تكون بخوبخ لازم تلبس نضيف في اللابو لازم تكون نضيف تكون عندك معايير النظافة كاملة لازمك في اللابو انسان مريض في حالة راح يموت وزيد يلقاك باللحية وشعر كمكش رد موصخ هاك زيد تخلعوا هاو سبطارات بيضاء مدى بنتاني الوجوه تاني سكون بيضاء سواء في اللباس سواء في المعاملة خلينا نديو المكلمة ونعود ونرجعو لك دكتور تازير عيساء الو السلام عليكم مرحبا بيكم السلام شباح الخير صحة فيامكم وصحة فيام مزياف داعكم تعدي داعا شكرا لك سيدي تفضل سواء على الدكتور تازير انا راح ندير ندير عملية لابلاسيون لابلاسيون كاردياك لابلاسيون كاردياك جو سويسو تروبك 30 ميلي جرام لازمني نحبس الدواء وقداه نيوم مدة قداه نيوم باش نقدر ندير العملية بارك الله شكرا لكم شكرا لكم شفا لي جميع المرضى ورمضان الكريم لابلاسيون كاردياك وغير طبيب لابلاسيون شكرا لكم مثل 1 ميلي كيلو جرام سما مثل هو يوزن 80 كيلو والقام بخيمي مدير حساب الطبيب بللي فيها 20 ميلي كيلو جرام سما يمدلو 4 سما يمدلو 4 لقى عنده سخانة قال له شرب 4 في النهار خاطئين تايا 1080 تروح لصاحبك يوزن 30 كيلو وتعطينو نفس اللواء أو مدلي 4 أو شرب 4 هنه كاح تقسل صاحبك بلا مدفق دوك عن هذا قال لك نحن بيري ويشرف ترومبيكس ما يمده لك؟ مدهوك الطبيب الطبيب الكارديولوج هو اللي يمد لك ترومبيكس هو اللي يقدر يهضر لك في تفاصيل هذي ما نقدرش نمع بيش بالحالة لصحية تائك ما نيش مؤهل بها نجاوبة نكي نجاوبك أنت ما نعرفكش لازم كونسلطاتيون كينا نقطة أخرى بش يكفينا الوقت دكتور حبيت انسقصيها مثلا يكون عنده علاج لتناول المضادات الحيوية ويطالب بإجراء تحاليل طبية ويقدرش يقدر يدير تحاليل طبية هل في الفترة اللي يكون فيها يتناول هذه الأدوية ولا حتى اللي يخلص دواء وش هي الفترة اللازمة؟ هذي فالانتبيوتيك هذا سؤال يطرح بكثرة نعم الانتبيوتيك عندهم علاقة بالتحاليل ينحوص فيهم الميكروبات لا لديهم علاقة مثلا مثلا لحيد السكر ولا حيد الأرمان ولا حيد بخلاكتين ولا حيد لا لديهم علاقة بالتحاليل الانتبيوتيك عندها أهمية كبيرة في اليسيبيو لتحديد النوعية البولا الأولى0 صباح نعم نرى نوع البكثيريا كيف تناول أنك تشارب في الانتبيوتيك أو يتحدث في الانتبيوتيك يقل له التحاليل تقعد ثلث أيام تمنح الانتبيوان من أين تجلب ألعاب الجرم من ذلك تقعد ثلث أيام اسم لك ثلث أيام مستحيل يبدأ بها تخاتم مثلا للمرأة زيدت اليوم الطبيبات تقولها إطلاعً نغطيب لا لذا ما نريق يخشي هذا يجب أن تكمل الدواء تحبسي ثلاثة أيام لذلك يتماسكي ريزلطة أنا لم أفق شناش غطيتي للنتائج الانتيبيوتيك في الإكزامات على يوتيبيو يجب أن يكون بعيد على التحليل أقل شيء ثلاثة أيام هذا السؤال يطرح دائما ومهم جدا حكيم إذن نحب اللخص وباختصار أهمية التحليل الطبية قلنا في اكتشاف الأمراض وفي طريقة العلاج وفي أيضا في المتابعة وش نقدره نضيفه في هذا المجال والله نضيفه في هذا المجال احنا ما عندناش تقافة تحليل احنا شوف احنا ما عندناش تقافة في التحليل وفتاع الأكل التحليل لازم إنسان يديرهم وهو مريض ما تخليش رحك توصل إلى مرحلة المرض الوقاية خير من العلاج لأنه في التحليل مهما تكون ما عندكش أمراض معدية عندك نقص في كاش فيطاني وش الفطرية لازم نديروا فيها ست شهر عام كل ست شهر خير لحسب عمر الإنسان مثال إنسان جون جون قل 30 سنة ولا قل 35 سنة عامين تكفيه بس إنسان كبير كبير 60-70 سنة ماذا به بس كين حويج يضعفه لازم يبقى يكون تحليل وكين تحليل يضيفهما ما نحكيوش بلون ستوندار البلون ستوندار تعلن ناس بكل بس إنسان كيزيد يكبر في العمر كين مثال لكان راجل كبير يضيف تحليل تعلق بروستات بس كان كين قلوه بروستات منعتبرهاش مرض وشنو تغلب هاو تستين يظهر في أي وقت هي إسمع كين المدة تختلف ع حسب العمر البلون ستوندار يبينو دي لابيوشيمي بكل لغليسيمي الكوليستيرول الكالسيوم منيزيوم الفنس بالنسبة للنساء يزيدوا تحليل الغدى الدراقية تياساش لورمون ستوندار بس ك النساء بزاف يتقاسو بالغدى الدراقية والسيرولوجية يديرو هالناس بوكو بليس هدوك اللي تلقا يخدم في دي مليو دي ريسك مثال في اللابوراتوار اللابوراتوار الإنسان مع البلوش الفيروس كفاه كين فيروسات تنتاقل بالدم كين فيروسات تنتاقل في الهواء صديبو المحيط اللي يخدم حسب المحيط تاعك اسما ان جنرال هاو كين بلون بيوشيمي الهرمون ولافنس وان بارتكلي وفي الأماكن العمل اللي فيها إمكانية العدوى لازم عليه دير هذه التحاليل أو غيرها دير تحاليل ودير احتياطات ثانية ما يوصل ما يديرش إنسان يريسكي برحو ما هو لابس لايقون لا باف ذات لولون بعد يقول لك ندير تحاليل دير احتياطات وطبق بقية خير من العلاج جميل شكرا لك دكتور تزير عيسى دكتور فيا صيد لمنذ أكثر من عشر سنوات اليوم حاولنا نتحث بكثير من الإسهاب حول أهمية التحاليل الطبية خاصة في شهرية رمضان شهر الصيام ونجيب عن كثير من الأسئلة اللي كانت عبر الاتصالات الهاتفية وأيضا عبر الصفحة رسمية للإذاعة شكرا لك على هذا التواصل وهذا التجاوب دكتور نزيد معلومة بك على الإفطار في رمضان على بأن نحن إنسان يدخل بربع صاشية خمسة ونزهي الطابلة لا يجعل أبليجي تأكل وش محطوط فوق الطابلة إنسان لازم يستفتح بحاجة خفيفة يروح يصلي يروبوزي ومن بعد تعشى بسك الإفطار أو مش عشى إفطارك تفطر أنت كنت صايم تفطر والإعشاء بعقلوس ما أدك له أقسم الإفطار والنقطة المهمة الثانية الليقيم الليقيم نحن نعتبرها شغل هنا ستو في الجزر الليقيم حسبنا كما التحاليل حتى تدخل السبيطار يجيب لك الليقيم الليقيم تقدر تأكل هم تدخل في الوقاية ثاني الليقيم إسان يدعي خضروات يرحيهم يزيد لهم زي سعرب الليقيم حالة صحية يبتعد عن الحواج المقلية والطيبة والمعقدين هذو يبتعد عليهم بزاف هي مش إنسان يحبسهم طوال وشنو خطرة في الفان معليش تقوله تقوله نحي البوركة حسان راهو زعفان بعد يعطيك السرحة حكيم شكرا لك دكتور تزير عيسى دكتور في صيدلة على كل هذه التوضيحات شكر موصول للمتابعين عبر أثير الجزائرية من قسطنطينا وعبر صفحة رسمية على الفيسبوك كانت معكم سامي قسمي مايكروفونيا وحسان بنزليخ على العارضات التقنية سلام